هذا وقد تواصلت عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية الجزائرية للجاليات المقيمة بالخارج وشهدت مراكز التصويت في مصر إقبالاً متزايداً من أجل اختيار رئيس الجمهورية المقبل وأكد القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجزائر في العاصمة المصرية القاهرة أمين صيد أن عملية التصويت سارت بانتظام مشيراً إلى أنه تم فتح مركزين للاقتراع في القاهرة والإسكندرية للتيسير على الناخبين المزيد من التفاصيل في هذه الرسالة مشاهدي القاهرة الإخبارية نرحب بكم ونتابع معكم سيرة العملية الانتخابية الجزائرية من دخل سفارة الجزائر بمصر وللتعرف على مزيد من التفاصيل عن هذه العملية والاستحقاق الدستوري للجزائريين نرحب بسيد أمين صيد القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الجزائر بالقاهرة نرحب بك سيد أمين صيد ونتحدث عن عملية انتخابية على مدار خمسة أيام منذ الثلاثاء الماضي وحتى اليوم السبت بداخل سفارة الجزائر بمصر تقريباً عدد الناخبين للجزائرين المقيمين بمصر في بداية شكراً جزيلاً للقناة الخبارية ولجمهوركم الكريم على مدارة لهذه الاستضافة في الحق وجودكم معنا اليوم بصفات الجزائر بالقاهرة في هذا الاستحقاق الهام بطبيعة الحال كل من هو مسجد في القائمة الانتخابية يحق له التصويت نحن نعمل بطبيعة الحال تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونحن كجهاز قمسوري طيعت الحال نعمل في إطار إجراءات القوانين التي سنتها هذه السلطة لتسهيل العملية الانتخابية ولاتخاذ كل ما يلزم فيما يستعلق بإجراءات الإدارية من تسجيل من الإنابة أو الوكالات في حال ما إذا كانت تعذر على أي مواطن المشاركة في هذه العملية أو السفر إلى غاية ما كاتب اختراع بدأنا العملية من يوم ثلاثاء وتستمر إلى غاية اليوم إن شاء الله إلى غاية الساعة الثامنة بطبيعة الحال هناك ما يقارب ألفين تقريبا جزائري مسجد إن شاء الله مدعون للمشاركة في هذه العملية الانتخابية شهدت هذه العملية إقبالا متميزا منذ بداية هاي يوم الثلاثاء كما تشاهدين لغاية اليوم الأخير الحمد لله الجالية حاضرة بقوة حاضرة لتقول أنها جزء لا يتجزى من الوطني الأم وهو في الحقيقة ليس بغريب على الإنسان الجزائري ومن يعرف الجزائر ومن يعرف بلاد المليون النصف من الشهيد لا يستغرب هذا الأضل الفعل في الحقيقة ونحن نعتبرها جزء وفاعل هام جدا في القارة الوطني هناك ما يقارب مليون جزائري في الخارج سيدون كذلك في مختلف مراكز العالم في حوالي 117 مركز انتخابي وبالتالي هم من جزء لا يتجزى من الوطني الأم نتحدث عن مكتبين بمصر مكتب هنا بالاستفارة في القاهرة ومكتب الأسكندرية للتسهيل على الجزائريين الموجودين داخل مصر كيف شاهدت أو كيف تبعتم أبرز الصور خلال هذه الخمس أيام المتتالية وبالتحديد في اليوم الأخير للاقتراع بالنسبة للجزائري والله الحمد لله عدد مهم جدا ويقبال متميز وواسع من الجزائريين في المركزين وطبعا في اسكندرية كان هناك إقبال كبير جدا لغاية صبيحة هذا اليوم وفي الحقيقة ربما التمركز الجغرافي يساعد مناطق على حساب مناطق إخرى وحاولنا قدر المستطاع أن تكون حتى هذه المراكز في مناطق بحيث أنها تسمح النقل يكون سهل وبالتالي يستطيعون بسهولة أن يقوموا بالعملية الانتخابية الشكر في الحقيقة خاص للسلطات المصرية لما وجدناه من تسهيلات سواء على مستوى مركز الاسكندرية ومركز القاهرة وهذا ليس بغريب على بلد الشقيق وجدنا دائما منهم هذا الدعم شكرا جدا سيد أمين صيد القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الجزائر بالقاهرة وهذه كانت آخر المستجدات حول العملية الانتخابية بالجزائر سواء كان في الداخل الجزائري أو في اللجان والمراكز المختلفة في مصر وغيرها من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية ونتابع معكم هذه العملية على شاشة القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا وإلى الستوديو مرة أخرى